السلام عليكم حياكم والله متى يكتمل حماسك في الالعاب على الكمبيوتر او في التصميم او في المنتاج انا بقول لكم شغلة لازم يكون عندك سيتاب كذا قوي جدا ومن اهم اكسسوارات هذا السيتاب او اهم العناصر اللي موجودة فيه شاشة مثل اللي موجودة امامكم تعالوا مع بعض نشوف لينوفو ليجن R45W-30 اهلا وسهلا اليوم بتكلم عن شاشة من شركة عملاقة لينوفو ومين اللي ما يعرف شركة لينوفو نتكلم عن هذه الشاشة واللي مساحتها ألترا وايد فيها مميزات ومواصفات عديدة في البداية من ناحية فتح الصندوق الموضوع يعني يحتاج الى تركيز وتمعن يعني زي ما تشوفون الكرتون ما شاء الله حجمه يجي بداخلها الشاشة ويجي ستاند لوحده ويجي كابل الديس بلي بورت ويجي الباور كابل ويجي معاها يو اس بي اي الى يو اس بي بي هذا من ناحية ايضا التحكم فيها عندنا ايضا كتاب التعليمات وايضا ورقة الضمان طريقة التركيب سهلة جدا بس تمسك الشاشة من فوق وتدخل على ثلاث كليبسات كذا وتمسك يعني ما تحتاج الى فك وتركيب مسامير وشوفوا كيف يعني انحناءات فيها وكيف ثابت القاعدة وانت تلفها يمين ويصار فوق تحت ترفحها وتنزلها فمناسبة جدا ندخل الحين على المراجعة طبعا هذه الشاشة امامكم زي ما تشوفون كيف العرض الشكل الخارجي زي ما نشوف القاعدة القوية اللي تحافظ على عدم اهتزازها وتماسك الشاشة في مكانها وكاتبين كلمة لينوفو في الوسط عندنا من اهم العناصر بداخل هذه الشاشة هو التحكم فيها بيد وحدة يعني نقدر نرفع ننزل بالاضافة الميزة الجميلة فيها اننا نقدر نلفها يمين ويصار يعني بشكل جدا رائع خصوصا اذا كان عندك في ستاب وتبغى انت تشوف في زوايا مختلفة فهي بتخدمك طيب نجي للمواصفات اللي موجودة بداخلها اول شي نشوف اللي مكتوب عليها طبعا عندنا شعار ليجن بالاسفل بالزاوية وعندنا مكتوب مساحة او مقاس الشاشة اربع واربعين ونصف بوصة او نقول خمسة واربعين بوصة اما الاسبكت ريشيو فهو 32 على 9 وهذه ultra wide زي ما هو واضح امامكم خلنا فرها كده عشان تشوفون الجمال اللي بداخلها وانا متعني اني اقسم الشاشة الى ثلاث صفحات كمتصفح عشان بس تشوفون ان الشاشة تقدر تشيل معاك يعني كثير من المهام المتعددة وفي مواصفات جايين نتكلم عنها لا تستعجلهم طيب عندنا هنا اللي هي dqhd هذه دقة الشاشة طبعا تعتبر 5k لانه الريزولوشن فيها 5120 في 1440 بيكسل معدل تحديث البيانات 170 هيرتز يعني في القيمينج في المنتاج بتعطيك اداء عالي جدا وهذا استعراض بسيط جربت عليها لعبة فورزا رفعت الجرافيك لاعلى شي جربت عليها call of duty وعند تعرفون call of duty فيها سرعة وهي لعبة شوتنج وانلاين كل ميلي سكند يفرق معاك بشكل رهيب جدا فانت تحتاج شاشة تعتمد عليها في القيمينج خصوصا في الالعاب الحركة والسرعة والشوتنج مثل اللي ظاهر امامكم في ال call of duty هذا غير انه الشاشة تدعم الديس بلي HDR 400 ومحها شهادة فيزا سيرتيفايد عشان الـ HDR 400 الشاشة انا رابطها عن طريق الـ USB Type-C بالاضافة انه فيها منافذ عديدة لاحظوا هنا عندنا تقريبا اكثر من منفذ الـ USB-A وايضا USB Type-C وايضا Display Port وعندنا HDMI وعندنا USB-B فعندنا عدة منافذ وخيارات متعددة وموضوع ليش تعدد هذه المنافذ ايضا بنتكلم عنه واش مميزات اللي ممكن تقدمها لنا هذه الشاشة اخر نقطة عندنا AMD FreeSync Premium Pro ففي الالعاب انت تحتاج شاشة او معالج بداخل هذه الشاشة يفهم الالعاب اللي انت تلعبها الالوان الحركة السرعة سرعة الفريمات التنقل وايضا مزج الالوان فمعالجات سواء AMD FreeSync الشاشة هذه بتعطي قوة واداء عالي جدا نرجع الحين لنقطة مهمة ليش تعدد هذه المنافذ بالشاشة؟ من مميزات هذه الشاشة اننا نقدر نقسمها الى شاشتين بمعنى زي ما تلاحظون الان انا شبكت اللابتوبين عليها وقسمت الشاشة الى شاشتين على اليمين اللابتوب الاول وعاليسار اللابتوب الثاني وهذه اعمال منفصلة بالكامل هذا غير انك تقدر تخلي الشاشة الخلفية كاملة من مثلا انت بتشتغل على لابتوب وتخلي الشاشة الثانية تطفو فوق الشاشة الثانية وتختار مكانها تبغاها فوق اليمين او اسفل بالزاوية على اليسار وهكذا فالموضوع جدا رائع في استخدام شاشتين بنفس الوقت وهذه ميزة شاشات الالترا وايد انك تقدر تقسمها الى شاشتين وايد وكل وحدة تتحكم فيها هذا غير انه ما راح يأثر على سرعة الفريمات اذا انت مثلا تشاهد شيء على اليمين وعاليسار يكون الجيمينج والاداء العالي اما من ناحية برامج المنتاج والفيديو فهي بتعطيلك التايم لاين كامل تقدر تتنقل بينه بسهولة وببساطة لطالما انه كان عندك الشاشة الكبيرة بالاضافة انه تقدر انت تكسمها وتخلي الشاشة او جزء منها لجلب البيانات ووضعها فهذا ما راح يأثر عليك في العمل هذا بخلاف او بعكس الشاشات الصغيرة او المستطيلة بالاضافة انه فيها سبيكرات حتى تعطيك الصوت المحيطي من جهة اليمين ومن جهة اليسار وطبعا الحين محبي الالعاب يتساعلون وشه زمن الاستجابة زمن الاستجابة واحد ميلي سكند الشاشة تدعم حتى الالوان الحقيقية من sRGB او DCI-P3 وتدعم الى 16.7 مليون من الالوان والشاشة حاصلة على ثلاثة شهادات في موضوع حماية العين الاي سيف والاي كير واللو بلو لايت في صندوق الوصف حطيت لكم رابط لهذه الشاشة بكافة تفاصيلها والحين كيبورد ليجين ولابتوب ليجين وشاشة ليجين هذا ما شاء الله سيتاب الرعب اللي يبغى يقابلني يلقاني في كولف دوتي رأيي باختصار فهذه الشاشة تحفة فنية مع قدرات خارقة وليجين دائما يعني يطلقون على اللابتوب وحش من الداخل وستايلش من الخارج هذه ينطبق عليها نفس المقولة اشوفكم ان شاء الله في مراجعة اخرى وفي امان الله اشتركوا في القناة